السلام عليكم أهلا وسهلا متابعين الأعزاء أصار النجم الجزائري يوسف بليلي حالة من الجدل في الساعات الأخيرة بعد ما أسير حول سقوطه في اختبار المنشطات للمرة الثانية في مسيرته وقال التقارير إعلامية في الساعات الأخيرة أن لعبا في نادي قطر سقط في اختبار المنشطات للمرة الثانية في مسيرته القروية لتشير بعض التكاهنات إلى يوسف بليلي وكذب نادي قطر هذه الشائع من خلال الإعلان عن التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة الوقرة مساء الاثنين وبذلك تتأكد سلامة موقف بليلي وعدم سقوطه في اختبار المنشطات مرة أخرى بعدما حدث معه ذلك من قبل نحو ست سنوات أعزائي المتابعين كان هذا نهاية خبرنا لليوم أشكركم على حسن المتابعة دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته